نورتوني يلا نبدأ ملخص فيلم جديد وقبل ما نبدأ نصلى على النبي ونعمل لايك واشتراك للقناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد بتبدأ قصتنا مع شاب ملياردير اسمه منكيو واللي بيكون عنده مرض غريب جدا ونادر والمرض ده بيمنعه انه يلمس اي حد ولو حصل ولمس اي حد جسمه بيلتهب وبيجيله طفح جلدي وكمان بيحس بصعوبة في التنفس كأنه هيموت ولو لمس حد الفترة طويلة ممكن يموت في الحال وده خلا ما يعرفش يرتبط باي بنت وخلاص استسلم وفضل عزل نفسه طول حياته عن العالم الخارجي وفي يوم بيزوره الدكتور بتاعه اللي بيحاول يعالجه من مرضه منه هو صغير وبعد محاولات كتير من فشل العلاج بيقوله الدكتور انه لازم يتقبل حياته كده وجاب له جهاز مصنوع مخصوص ليه وبيظهر له مؤشر الحساسية الموجودة في جسمه وبعدين بنشوف مينكيو هو بيحس بالوحدة في حياته وبتجيله رسالة من شخص غريب اسمه هنج وهنج ده بيكون عالم ومخترع وبيعرض عليه اختراعه اللي هو عبارة عن روبيت زاكي يقدر يملى الفراغ اللي في حياته وما يخلهش يحس بالوحدة ولانها مش بشر فمش هتقذيب اي طريقة وانه يقدر يشتريها بميت مليار وان كوري لكن مينكيو بيحس انها خدع عشان ينصبه عليه لكنه كان فضولي وعايز يعرف الموضوع اشتغاله ولا لا وده بيخليه يروح يقابل العالم في المختبر بتاعه الخاص واول ما بيوصل بيشوف الروبوت على شكل بنت جميلة جدا وبتعرفه على نفسها وبتقوله ان اسمها اوجي سري وبدأت تتكلم مع مينكيو بكل طلاقة وبيكون مينكيو مستغرب جدا واللي بيصدمه اكتر لما بيلمسها وبيكتشف ان جسمه ما بيحصلوش اي حاجة وان الحساسية ما ظهرتش وده اللي خليه يشتريها من العالم بدون اي تردد واتفقه مع بعض انه هيستلم الروبوت بكرة وبعد ما بيمشي في نفس الليلة بتحصل حدثة في المختبر من افراد الفريق والروبوت بازت وهيحتاجه وقت طويل على ما يصلحوها وده طبعا ممكن يضيع منهم الاتفاق والفلوس وعشان كده فكر العالم هونج في خطة والخطة هو انه يجيب حبيبته السابقة مكان الروبوت وده افضل حل لانه مصمم الروبوت على شكل حبيبته السابقة وراح يقابلها وعرف انها بتمر بمشاكل مادية كبيرة فعرض عليها 10 مليون وان كوري مقابل انها تساعده في خطته ومع انها كانت شايفة ان الموضوع صعب وغريب بتوافق لانها محتاجة للفلوس جدا وبيبدأ هنا الفريق انه يخلي شكلها زي الروبوت بالزبط وفي اليوم اللي بعده بتوصل لبيت مين كيو ولما بتشوفه بتتصدم لانها كانت عرفاة لانه كان زبون ليها وما دفعش الحساب وما دفعش الحساب لانه كان بيحاول يبعد عنها عشان ما تلمسوش ولكن مين كيو بيكون مش فاكرها اصلا ومين كيو بيكون مستغرب من ردة فعلها بيتصل على العالم وبيحكي له اللي حصل فالعالم بيقوله اضغط على زرار ريسنت وكل حاجة هتبقى تمام فبيعتذر منه وبيكون مسدقه فعلا وبعدها بيحاول مين كيو انه يختبر زكائها باختبار كان مجهزوا ليها لكن فجأة الكهرباء بتفصل في المختبر وما بيعرفوش يتواصلوا معها ويساعدوها وكان اول اختبار ليها انها تحل مسألة تفاضل والناتج بيكون باسورد تفتح بالسندوق اللي قدامها وبيكون قدامها مهلة 3 دقيق بس والموضوع بيوترها جدا لان معدل زكائها 94 وخلاص الوقت هينتهي لكن جي خطرت وضربت السندوق ضربة قوية جدا بيديها وطلعت اللي جواه قبل ما الوقت يخلص وده بيفاجئ من كيو جدا وبيعجب بردت فعلها وبعد شوية بيجي معاد علاج من كيو وبيروح عشان ياخد الدواء بتاعه لكنه بيتخنق فجأة وبيقع على الارض لكن جي بتروح تلحقه وبتنقزه لكنه بيستغرب جدا من ردة فعلها فبيسألها هي ازاي ساعدته من غير ما يديلها اي اوامر فبتتوتر من جواها لكنها بترد عليه وبتقوله انها بتقدر تعمل حاجات كتير من غير اي اوامر وبيحاول من كيو انه يلمسها وبتحصل المفاجأة لما لمسها ما جالوش اي حساسية وهنعرف السبب الفيديو اللي جاي ولو عجبكم الفيديو ما تنسوشوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكو كل جديد اشتركوا في القناة